اشتركوا في القناة 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 اللي نزل بحدث بالصيف اللي فات أوكي والله اشتقنا للصيفي أصدقائي وهذا سكن نزل كمان وهذا مش نادر كتير وهذا سكن موجود نزل بالمتجر من تقريبا أربعة أيام أو ثلاثة أيام وهذا سكن فتح الشوارع كمان لازم المفروض أنه يكون سكن نادر ولكن قرينا نزلته أربعين مرة أوكي وهذا سكن تبع الجوكر هذا سكن صار نادر حاليا لأنه شلوم الماجيك كيوب أوكي وهذا تبع الجامر يا أصدقائي سكن تبع فير باسلجامر وفيه عنها سكن تبع الجنرال يعتبر من سكن نادرة وفيه عنها سكن تبع البسكوتا أوكي طيب أصدقائي والله السكن ما بتخلص yeah أصدقائي يعني ما بعرف الفيديو كم راح تكون مدة هذه الفيديو والله خايف يطلع آخر شيء مدة الفيديو ساعة لأنه عن جد السكن نادر ما بتخلص أيها سكن نادر فير باسات تقريبا وهذا السكن تبع هذا اللي نزل نزل بمود وهذا يا أصدقائي سكن تبع دايموند رويل هذا هو الب الع Nazareth هناك ما يعيش هذا الب العطاء وهناك جسم باللطاء هناك على فعقد هناك هناك معائلة العلماء هناك أيضاً سكر هذا الب العاطم تتصم بلما تحضر حدث عن العلماء هناك مواصر هناك موجود بالعطاق ثم هناك سكرنات الحاصعة هناك من السكرنات الحاضنة تقريباً السكنات الحاضنة رقم 4 أو هيك وفي عندنا هون كمان السكنات بوقتها لما نزلوا هادول السكنات قليلة اللي اشتروهم لانه حسوا انه سكنات خايصة ولكن صارت سكنات نادرة هاد السكن دايمند رويل أوكي ونشوف هاد السكن فير باسي يا أصدقائي طيب نشوف هاد السكن كمان تبع فير باس أوكي طيب ونشوف هاد السكن تبع الجوكر كان اغلى من اغلى السكنات اللي بحاضنة الجوكر هاد السكن شفنا قبله شوي طبع المجهر الغامض أوكي وهاد كمان شفنا قبل شوي طبع الحاضنة يا أصدقائي وهاد السكن كمان نزل بمكينة الدايموند رويل طيب نشوف هاد السكن كمان نزل بمكينة الدايموند رويل وهاد طبع مصاص الدماء كمان بالدايموند رويل طيب واسكن هاد هاد البشبه الشيطان طبع الفير باس أوكي وهاي هادول السكنات شفناهم تقريباً قبل شوي اللي اقنعتهم هيك وهاد طبع الفير باس شفناه قبل شوي هاد طبع الدايموند رويل بشبه قناع الجمجمة اوكي وطيب نشوف هاد السكن كمان تبع الفير باس يا اصدقائي اوكي ونشوف هاد السكن كمان هاد السكن نادر شوي نزل بمتجر التخفيضات كمان هو اوكي هاد السكن اللي بيتغير لونو هيك بس قناع بس اوكي هاد السكن شفنا قبل شوي كمان تبع الحاضنة طيب وهذا السكن نزل بالفير باس اللي قبل هات تقريبا اوكي وهذا السكن طبع اغلى سكن نزلوا نزل بحضنة الارانب طبعا سكنات الارانب كلها يعني اغلب السكنات الحاضنة موجودة بهذا الحساب يا اصدقائي ونشوف في عندنا هاد السكن نفسه طبعا يدو الحب اللي موجود بالحاضنة وهدول اقنعة يا اصدقائي ونظارات واشياء هيك على السريع وطيب وهذا السكن الشيطان واللي هو حلم كل لاعب تقريبا بفري فير سكن الشيطان طيب نشوف يا أصدقائي في عنا هون اللحية الكل عنده إياها مش نادرة أبدا صارت طيب على السريع يا أصدقائي نشوف هون الأشياء في عنا سكن الأرنب كمان هاد نزلوه 40 مرة كمان أبدا مش نادر وهذا السكن عن جد كتير نادر وهاد كمان نزل بمتجر التخفيضات نزل بمتجر غامض يا أصدقائي وكمان سكن كتير نادر هاد سكن بالتوكن الأحمر هاد القناع اوكي قناع الأرنب وهذا السكن الساموراي عن جد كان نفسي يجيب أغلى واحد فيهم ولكن بوقتها صرفنا أكثر من 6000 جوهر على قناع واحد طيب نشوف يا أصدقائي هاد السكن نزل كمان بالمتجر الغامض والكل شافوا سكن خايص ما حدا شتراه وصار نادر اوكي هاد السكن نزل بحدث مجاني تقريبا وهاد السكن الدي جي يا أصدقائي طيب هاد السكن كمان تبع جولد رويل وهاد السكن نفس السكن الدهبي اللي شوفناه قبل شوي بس ألوان ثانية هاد الفضي طيب نشوف هاد السكن كمان نزله بحدث ما بعرف ليش بما رجعوا نزله مرة تانية هاد السكن عنجد صار كتير نادر طيب وفي عندنا هاد الجوكر يا أصدقائي اللي كانوا اوكي وهاد الجوكر الرمادي طيب نشوف هاد السكن كمان كتير نادر بوقتها لما كان فيه تحديد جديد ونزلوه الطلب مسبق انه تطلبوا مسبق وهيك اوكي وهاد السكن دايمند رويل تقريبا وهاد السكن كمان تبع الحاضنة يا أصدقائي أغلبها سكنات طبع حاضنة وسكنات مجر تخفيضات وسكنات فيارباس يعني أصلا اللحظات ما بينزل فيها كثير سكنات هذا السكين جبته من حدث كمان سكين صار نادر حاليا أوكي نشوف هذا كان نزل بحدث مجاني إذا بتتذكروا الحدث هذاك طبع لازم تقفز من مكان لمكان أوكي هون سكين أرنوب كمان يا أصدقائي ونشوف هذا القناع ونظارات هذا السكين كمان نزل بحدث مجاني وهذا تبع الأرنب أوكي وهاي سكنات تراسمون أوكي هذا السكين جولد رويل وهاي الأقنعة خلونا نشوفهم على السريع أقنعة الجمجم هاي كمان الوشاح هذه كتير نادر طيب نشوف هاي الأقنعة السريع يا أصدقائي لأنه هاي ما لها سكنات يعني قطعة واحدة طيب نشوفهم على السريع أوكي طيب أصدقائي هلأ عرضنا تقريبا كل شيء سكنات تبع الشباب ولكن من هون فيه أشياء ما بتيجي محها نضارات وما بيجي محها شعر فرح نضطر أنه نحن نجيبها من هون نشوفها من هون يا أصدقائي خلونا نشوف مثل مثل عنا هون هذا السكين طبعا هذا كان بالدايموند رويل زمان تقريبا البنطلون مع هاي البولوفا تبعه أوكي نشوف شو في عنا أشياء تانية نادرة في عنا والله ما بعرف هذا القميص الأحمر تقريبا أوكي يعتبر مسكن من الأشياء النادرة حاليا كمان طيب نشوف يا أصدقائي شو في عنا أشياء كمان على السريع هايك رحارض الحساب ما بعرف إذا فيه أشياء أنا ما عرضتها ولكن يا أصدقائي ما بدي أطول كتير بالفيديو في عنا سكنات كمان تبع كرة القدم يا أصدقائي تبع حدد كاس العالم مثل ما انتم شايفين عندي ثلاث تشيرتات الأحمر والأزرق وهذا الأصفر طيب نشوف شو في عنا كمان أشياء في عنا هاد تبع السجين شفناه قبل شوي أوكي وفي عنا هاد كمان القميص عن جد هاد كتير نادر يعني تقريبا بالسيرفر تبعنا يمكن ما في أربع خمس حسابات اللي عندهم هاد القميص أوكي وهاد القميص كمان نادر من سيرفر تاني طيب نشوف شو في عنا هاد أشياء تاني هاد جاكيت تبع الهيرويك يا أصدقائي طبعا الحساب طالع هيروم السيزون السابع الحساب تبعي طالع هيروم السيزون السابع طيب نشوف شو في أشياء تانية ما عرضناها تقريبا عرضنا أوكي في عنا هاد الجاكيت كمان نزل بحدد قولد زمان طيب نشوف هناك القميص الأبيض يعتبر من الأشياء النادرة هناك الجاكيت الرمادي نرى ما يظل لدينا شيء ما عرضنا تقريبا عرضت كل شيء هناك لازم يكون بولوفا سودا هذه هي كمان تعتبر من الأشياء النادرة باللعبة لا أعرف من البناطيلي تقريبا نفس البناطيلي هناك شرطات كاس العالم هناك شرط نادر سنعرض الشرطات باقي الأشياء سنرى على السريعة لكي لا نطول الفيديو أكثر من هو سيكون أطول نرى ما لدينا هذه الشرطات الشرط الأسود وفي لدينا الشرط الأزرق الشرطات كرة القدم وفي لدينا الشرط الأبيض هذه ثلاث شرطات كاس العالم وفي لدي هذه الشرط عن جد من الأشياء النادرة كثيرا لا يوجد خمسة أو ستة حسابات لدينا الشرط طيب لدينا كمال بلطلون تبع اليوتيوب ما عدت صار نادر من الأحدياء أصدقائي لا سأعرض الأحدياء لأنه لا يوجد أحدياء جديدة تقريبا نفسهم الأحدياء هم نفسهم موجودين بالحساب لا يوجد داعي أن نعرض الأحدياء كلها على السريع سنشوفهم مع بعض طيب سنشوف نفسهم 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 شخص فطيب اصدقائي والله لسه ما خلصنا سكينات وتعبت اوكي في عنا هاد السكن كمان هاد اللي حكتلكوا على انه بيتغير لونه اوكي فطيب هيك خلصنا تقريبا سكينات الشباب ما رح نعرض اكتر من هيك يا اصدقائي لانه عن جد الفيديو حاصر رح يكون ساعتين وهاد السكن هاي شخصية بنت رح نعرض سكينات البنات عالسريع هاد السكن نفسه تبع الساموراي بس تبع بنت سكن فيير باس الخامس وسكن الجيمار وسكن فيير باس سابع وهاد السكن فيير باس كمان وهاي سكينات نزلت بالحاضنة اوكي وفي عنا هاد السكن يا اصدقائي الازرق عن جد يعتبر مسكينات النادرة حاليا اوكي وهاد السكن تبع الشعر الاحمر وهاي سكينات حاضنة طيب وفي عنا هون كمان سكن شفنا تبع سكن الشاب تبعه نزل بمجر التخفيضات اوكي وهاي سكينات حاضنة يا اصدقائي كمان رح نعرض على السريع سكينات البنات يا اصدقائي يعني لانه مبعرفب بحس اغلب متابعين prayer fire همه شباب. يعني ف مبعيس بسكينات البنات كثير وطيب هذا اسكون والله ما بعرفوين اينه نزلت نزل بحدث يمكن بالهلوين بس انسا 두 rig وهذه كمان اسكون ال diamond royal وهاسوب ال diamond royal وهاوز everybody ال diamond royal طبعا اسكنات ال diamond royal كل اسكنات ال diamond royal اللي نزلوا باللعبة من يوم ما نزلوا للليوم يا Guerin كل اسكنات ال diamond royal موجودة بالحساب كل اسكنات ال diamond royal موجودة بالحساب ومن الفيارباص الخامس من الفيارباص القراصنة ليومنا هاد اي شى نزال سكنت تشفيا مستيدة هذه التميجة الـP40 الميكانيكي وهذا سكن كولد رويل وهذا سكن حاضنة الأزرق فطيب نشوف اللي بعده يا أصدقائي شوفي عندنا سكنات تانية هاد السكن كمان كتير نادر سكن بنت نشوف على السريع يا أصدقائي هاد السكن نزل قبل فترة بحدث طيب وفي عندنا سكنات طبع الحاضنة على السريع نشوف هاد السكن نزل بحدث مجاني نفس السكن الشاب بس هاد نزل انه لازم تلعب خمسين لازم تلعب خمسين دقيقة ما أبعرف نسيت وهذا الحدث كمان هاد السكن نزل بحدث مجاني وكمان سكن نادر طيب نشوف يا أصدقائي هادول الشعر وهي تبع الجزار تبع الطباخة طيب نشوف يا أصدقائي على السريع والله بطلوا يخلصوا سكنات البنات أنا مفكر انه أنا ما عندي سكنات بنات كتير أوكي وهاد السكن كمان نزل مجانا فطيب وهاد نزل تبع رصاصات تبع الحدد تبع رصاصات أوكي فطيب هاي خلصنا مسكنات لا في عنا لسه هدول الجوكر طبعا اسكنات الجوكر كمان اللي نزلوا بالحاضنة تبع الشباب والبنات كلهم عندي إياهم يا أصدقائي صويت عليهم فيديو بوقتها فاغلب اسكنات الحاضنة وهدول اسكنات فييرباسات متل ما انتم شايفين أوكي طيب نشوف شوفي عنا كمان اسكنات اسكنات الحاضنة هاد السكن شفناه قبل شوي طيب وهاد كمان شوفناه قبل شوي وهاد السكن طبع مصاصة الدماء فطيب نشوف شوفي عندنا هون يا أصدقائي هادي سكن نفسه تبع الشاب اللي شوفناه ما بعرف شو اسمهم اسكنات هادي سكن دايمند رويال كمان شوفناه قبل شوي فنشوف على السريع هدول النظارات والأشياء هاي يا أصدقائي أوكي شوفوا الدخن ما بشحها بيطلع على البنت أوكي هادي سكن موجود بالمتجر مش نادر يعني أوكي نشوف شوفي عندنا أقنعة أشياء هاي سكن نات الجوكر طبعا حكيت لكم أنه أنا جبتها كلها كل سكن نات الجوكر موجودة تبع البنت وتبع الشاب وهاي الأقنعة يا أصدقائي والأشياء كلها راح نشوف هيك على السريع لأنه صراحة الحسد السكن نات بطل ويخلصوا أوكي فطيب هاك تقريبا بنكون خلصنا من السكن نات أوكي وجاكيتات هدول فيه أشياء نادرة كمان يا أصدقائي ولكن ما راح أقدر أستعرض الكل فكمال بنطير راح نمشي هيك على السريع يا أصدقائي وفي عندنا هون السكن هاد تبع هاد السكن عن جد يعتبر من السكنات اللي كتير نادرة أول السكن نزل بالماجيك كيوب تقريبا هو كان نازل بالدايموند ريال قبل هيك ورجعه نزلو هاد السكن كمان نزل بحدث والله نسيت عدد حدث عيد الحب يمكن بس مو عيد الحب اللي فات اللي قبله وهاي السكنات نزلت بالتصويت قبل هيك وعن جد السكنات هاي صارت فعلا نادرة يا أصدقائي طبعا البطريقة والفقمة طيب نشوف أوكي هيك مكون خلصنا كمان من السكنات البنات يا أصدقائي وأخيرا خلصنا من قسم السكنات فطيب نرجع شخصية ألوي يا أصدقائي وهلا رح نروح نستعرض الأشياء الأصعب واللي هي يا أصدقائي السكنات الأسلحة والصور والمعدات يعني أوكي طبعا بالنسبة للصور أكيد ما رح اضل كل صورة استعرض فيها يا أصدقائي رح نشوف الصور على السريع هيك أوكي هاي هي الصور اللي موجودة بالحساب مثل ما انتم شايفين في عنا هاي الصورة تبع الهيرويك سيزون السابع أوكي وهاي الصور اللي موجودة الغلاف يعني الغلافات اللي موجودة بالحساب أوكي بطلوا يخلصوا طيب نشوف هاي الصور اللوغو يا أصدقائي نشوفهم كمان على السريع طبعا جميع الأحرف والصور كلها من الفيرباسات وأحداث وأشياء مثل هاي وطيب في عنا هون بالنسبة للشنطايات هاي الشنطة الزهرية وهاي الشنطة أكتر شنطاية أنا بحبها صراحة أن تبع الفيرباس الخامس طبعا الجامر وهاي الشنطة كمان عن جد كتير نادرة يا أصدقائي نشوف هاي الشنطة أوكي وهاي الشنطة عن جد مين بيتذكر هاي الشنطة وين نزلت يا أصدقائي هاي نزلت بالكريسمس بس مو السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها كمان نزلت بعرض شحن لما كنا بالسيرفر الأوروبي إنه تشحن خمسمائة جوهرة أو ستمائة جوهرة وتحصل عليها أوكي وهاي الشنطيات مثل ما انتم شايفين يا أصدقائي الحقائب الساك أوكي اللي موجودة عندي بالحساب فحتى الشنطيات بطلوا يخلص والله شي بتعب يا أصدقائي الحساب بالذات لما تيجي تدور على شي تكون بدك تلبس شغلة بتظل ساعة تدور عليها أوكي فطيب هاي الشنطيات يا أصدقائي قدامكم كل الشنطيات تقريبا اللي نزلت في فري فير بالأحداث مجانية مش مجانية كل شي نزل يا أصدقائي اشحن وحصل عليها كل شي نزل موجود فطيب هيك بنكون كمان خلصنا من الشنطيات خلونا نشوف اللوت بوكس يا أصدقائي رح نستعرض اللوت بوكس كمان على السريع لأنه اللوت بوكس ما بحس انه في منه أشياء نادرة يعني أغلب اللوت بوكس أغلب اللاعبين عندهم إياها فرح نستعرضهم هيك على السريع اللوت بوكس أوكي أغلب اللاعبين طبعا عندهم اللوت بوكس هاي يعني ما فيه أشياء نادرة كتير عندي فطيب نشوفي يا أصدقائي بالنسبة للمضلات كمان بالنسبة للمضلات رح نستعرضهم على السريع لأنه تقريبا نفس المضلات بس الألوان بتختلف والرسمات بتختلف فكمان ما في أي شي نادر عندي بالمضلات يا أصدقائي، بس يمكن في أشياء ما بعرف حدا إذا في شي نادر والمضلات يكتبوا لي تحت بالطريقات يا أصدقائي طيب هذه هي المضلات رح نشوف على السريع مضلات ما عندي كتير فما رح نتعب فيهم يا أصدقائي اوكي على السريع هايك خلصنا فطيب نشوف لوحات تزلج رح نستارد هاي لوحة تزلج عادية وهدول لوحة هاي لوحة تزلج عن جد كتير خرافية اصدقائي نزلت بحدة مجانية كيد اغلبكم عندكم اياها وهي لوحات تزلج المختلفة الخرافية اللي نزلت بالفير باس اوكي وعندها هدول الاثنين كمان والباقي اصدقائي بنسبة لباقي لوحات تزلج فكلها لوحات تزلج عادية مثل ما انتم شايفين فيها تأثيرات مختلفة واحدة بيطلع منها نار واحدة بيطل ما بعرف شو صبغة سودة او اشياء مثل هاي اما بالنسبة للوحات يعني فهم كلهم نفس التصميم بس الالوان بتختلف والتأثيرات والاشياء هاي فوكي رح نستعرضهم كمان على السريع والله بطلوا يخلصوا والله تعبت ما بعرف مدة الفيديو كم يمكن دخلنا اكتر من عشرين دقيقة اوكي نشوف يا اصدقائي بالنسبة لسكنات الاسلحة واللي هي اهم شي عندي بالحساب طبعا بالنسبة لسكنات الاسلحة معروف بالسيرفر انو حساب علي عمر فيه جميع اسكنات الاسلحة اللي نزلت باللعبة يعني من السكنات الخايسة لسكنات القوية رح تلاقوها كل هاد السكنادر كتير تبع الاكي سكنات خايسة سكنات ضعيفة سكنات متوسطة سكنات قوية اي شي بيخطر عبالك رح تلاقي من السكنات الاسلحة رح تلاقي موجود عندي بالاحساب حتى الام 14 الخايس عندي له 8 سكنات اوكي هاد سكار التيتان حلم كل لاعب هاد سكار عن جد اوكي وهاي كمان سكنات سكار تقريبا اللي نزلوا بالحاضنة بوقتها جبتهم كلهم فاوكي هاي سكنات السكار وهاي هاي سكنات ال VSS يا أصدقائي وسكنات القروزة 5 سكنات والمبي 40 تقريبا 10 سكنات أو أكثر عندي لإلو سكنات القلاي هاد نزل انه اشتري الفيرباس بثلاثة أيام هاد السكن تبع السيف عن جد كتير نادر نزل مجانا هو نزل مجانا بحدث بالغولد زمان بس تقريبا قبل سنة ونص أوكي وهاد السكن كمان تبع القروز بو صار نادر وهي سكنات اللانشار يا أصدقائي متل ما انتم شايفين وهي سكنات الفيماز أوكي عن جد كمان سكنات الأسلحة بطل ويخلق أصدقائي أوكي سكن لل السباز حتى السباز عندي إلو 10 سكنات أوكي طيب نشوف هاد السكن وفي بي 90 والان 94 سكنات السيف هاد السكن القنبلة عن جد خرافي وأنا أكثر شي بستعمله وسكن نادر كتير يعني للقنبلة وهاد السكن كمان خرافي وهي سكنات القنابل مثل ما انتم شايفين اللي عندي بالحساب وهي سكنات التلج في عندنا هاد السكن نزل بالعرض المسبق وهاد السكن نزل مجانا وهاد كمان نزل مجانا للتلج أوكي بالنسبة لسكنات السيارات هاد السكن عن جد كمان صار نادر كتير كان موجود بالماجيك كيوب نزل بالأول بالدايمود ريال هاد موجود بالمجر وفي عندنا سكن الهيلوين يا أصدقائي وهاد السكن السيارة فعلا نادر ما بعرف مين بيتذكر وكمان نزل بالهيلوين بس مش السن اللي فاتت اللي قبلها كمان نزل بعرض شحن تشحن ألف جوهر وتحصل عليه تقريبا أوكي وهاد السكن حصلت عليه من الفيرباس لهاي السيارة البرمائية أوكي وفي عندنا سكنات التوكتوك كمان وهاد السكن نزل كمان بالكريستمس يا أصدقائي كمان مو السن اللي فاتت اللي قبلها أوكي وهاد نزل بالفيرباس وهاد نزل عرض شحن أوكي هاي سكنات التوكتوك اللي عندي وفي عندنا سكنات الموتور كمان هاد السكن نادر كتير نزل زمان بالدايمود ريال أوكي وسكنات الموتور تقريبا اللي نزلت باللعبة كلها عندي إياها بالحساب وكمان اسكنات السيارة السريعة هم ما في غير اسكنان يعني واتنين مش نادرات أبدا موجودين اتنين بالمتجر هذا السكن رهيب أوكي فطيب هدول كانوا اسكنات السيارات بالنسبة للركصات يا أصدقائي طبعا الركصات ما تسألوني أبدا عليهم لأنه أي ركصة بتخطر عبالك ورح تلاقوها موجودة بالحساب أي ركصة بتخطر عبالك وموجودة بالحساب كل الركصات الوردة ركصات الفيرباس ركصات مجانية ركصات بجواهر كلها موجودة بالحساب أوكي نشوف الركصات يا أصدقائي تقريبا فيه أكثر من 20 ركصة أو 25 ركصة رح نشوفهم مع بعض كمان كلهم أوكي هاي ركصة نادرة كمان نزلت بعرض المسبق تبع الفيرباس هاي ركصة فييرباس وهاي نزلت مجانا تبع الديجي أوكي طيب وفي عنا أندر ركصة يا أصدقائي واللي هي هاي ركصة تبع عالم القراسينة طبعا أكثر من ثلاثة شهور وأنا الوحيد بالعالم كان عندي هاي ركصة حاليا يمكن فيه يوتيوبر أو اثنين أخدوها كمان أوكي وهذول هذول نزلت مجانية هاي ركصة كمان أوكي وفي هاي ركصة تبع السيارة أوكي وفي عنا هاي ركصة كمان نزلت بعرض شحن اللي مسوي لكم عليها مصابقة اللي رح ححكي عليها بعد شوي هاي ركصة يا أصدقائي نزلت بعرض شحن رح لسه ما جبتها بس بعد شوي ان شاء الله بعد ما خلص الفيديو رح أشحن واجيبها يا أصدقائي تشحن بس 200 جوهرة وتحصل عليها وطيب ما بعرف إذا هيك بكون استعرضت كل شي بالحساب يا أصدقائي أو انسيت شي بس لا تقريبا هيك استعرضت كل شي خلونا نرجع سكن رجع راس الأرنب وع السريع كمان نرجع الوشاح يا أصدقائي بس ع السريع هيك سكن كويس رح نرجع بس الوشاح لا هتدخن كمان كويسة فطيب وكمان يا أصدقائي قبل ما انسى في عنا هدول دايما بتقولولي انه استعرضنا السكنر اللي عندك والسيف والتوكن طبعا مثل ما انتم شايفين الخريطة والتوكن والأشياء هاي كلها عندي فوق الألف يوم يعني كلها تقريبا أربع سنين عندي يا أصدقائي أربع سنين يعني مين بعد أربع سنين لسه رح يلعب فيري فير والله ما بعرف فطيب أصدقائي هاد كان الفيديو لليوم وهاد هو كان حسابي مثل ما انتم طلبتوا استعرضت لكم الحساب مرة ثانية فبتمنى هذا الفيديو كنا لعجابكم بتمنى تكونوا منسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين تفعلوا جلس التنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد عن فيري فير يا أصدقائي بالنسبة للمسابقات اللي حكيتوا عليها في بداية الفيديو في عنا مصابقتين مصابقة على ثلاث فير باسات والمصابقة التانية على الرقصة هاي تبع عرض الشحن الرقصة هاي يا أصدقائي المصابقة تبعها رح تكون بعد ثلاثة أيام ومصابقة الفير باس بعد ثمانة أيام شروط المصابقتين تشترك بالقناة على يوتيوب تفعل جلس تنبيهات والتاني شرط تبعني تسوي لي فولو على انستجرام أوكي فبعد ثلاثة أيام إن شاء الله رح أسوي روم طبعا المصابقات موجودة على حسابي على انستجرام رح أسوي روم ونزل اي ديو كلمة السر تبع هذا الروم عندي على ستوري على انستجرام وطبعا لازم تكون سريع من أول يشوف ال اي ديو كلمة السر عشان تقدر تاخدهم وتشارك بعد ما يمتلى الروم رح نقول جو اللعب رح يكون على المراكز الأولى المركز الأول والتاني والتالت هم اللي بيكونوا الفائزين لكل أسطورة فيهم رح أشحلوا هاي الرقصة بإذن الله وبالنسبة لمصابقة الفيرباس فكمان نفس الشي ولكن مصابقة الفيرباس رح تكون بعد ثمن تيام وطيب أصدقائي هدول هم مكان المصابقات ده كنتوا حابين تشاركوا فيهم فمرة تانية رابط حسابي على انستجرام تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس وصولوا يا أصدقائي لك بنكون وصلنا نهاية الفيديو كان معكم علي عمر واشوفكم إن شاء الله على خير